يعني لخبر آخر والموسيقر عمر خيرت يحيي حفلا سهرا لأول مرة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يستعد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بإقامة أولى حفلاته الفنية السهرة يومي 15 ديسمبر الجاري بكرة عشان يحيي الموسيقر كبير المحبوب عمر خيرت أولى هذه الحفلات على مصرحه الكبير والمجهز بأحدث المعدات والتجهيزات لاستقبال مثل هذا النوع من الحفلات الفنية يأتي ذلك في إطار الحفلات التي يقمها مركز المنارة خلال الشهر استعدادا لاحتفال العام الجديد يعد هذا الحفل الأول الموسيقر الكبير عمر خيرت في مركز المنارة بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير الذي أقيم في دولة الكويت على جانب آخر يبدأ مركز المنارة في استقبال كثير من الأحداث والفعاليات والحفلات الهمة مع بداية سنة 2018 عشان يقدم كل ما هو جديد في هذا النوع من المؤتمرات والذي يعد أحد مصادر الجذب السياحي ده على فكرة استكمال الكلام اللي أنا كنت بقوله على الرياضة يعني بشكل عموة الكرة القدم بشكل خاص